هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس أكثر من مليون ومائتين وسبعة آلاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وثلاثة وثمانين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثمانمائة وأربعة وثمانين ألف شخص